اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان فيه توجه حكومي بتوسيع قاعدة الشمول المالي علشان يكون فيه دمج للاقتصاد غير رسمي وايضا تسهيل وصول الخدمات المالية لكل المواطنين خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن ايه هو الشمول المالي وازاي هيسهل الخدمات وازاي كمان يدعم النمو الاقتصادي من ضفنا للنوارنا في الستوديو دكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي صباح الخير على حضر اهلا صباح النور ومشاهدين الكرام اهلا بحضراتك نعرف الناس يعني ايه شمول المالي وازاي ما سألت دمج الاقتصاد غير الرسمي ده يعني يساهم في دعم الاقتصاد الشمول المالي ببساطة هو عبارة عن ايه عبارة عن اتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة من عبر قنوات رسمية زي البنوك شركات التأمين شركات التمويل شركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز طيب هنا لما بنجي نقور بطريقة رسمية يبقى لازم الجهة اللي بتقدم الخدمة دي لازم تكون جهة معتمدة من البنك المركزي لان احنا هنا بقى في نقطة في بعض القرى بالذات ان بيظهر شركات تمويل غير رسمية اللي احيانا يقوله عليهم المستريح سواء شركة او فرد بيلم فلوس بهدف الاستثمار وفي النهاية لإما بيخسر لإما بيخدها ويهرب وتحصل المشكلة اذا لازم تكون قنوات رسمية طيب الشهول المالي فيديته ايه بشكل عام؟ طب عايزين مثال بس يا دكتور في الاول مثال لخدمة من الخدمات اللي بتقدم طبعا على سبيل المثال عشان الناس تقدر تعرف طبعا يعني على سبيل المثال احنا اثناء جائحة كورونا كان فيه يعني اغلاق تام في بعض الدول واغلاق جزئي في دول كتيرة زادت هنا الخدمات الرقمية البنكية يعني انا قاعد في البيت اقدر احول فلوس من مني الى شركة اشتري حاجة او من فرد الى فرد من خلال محافظ الموبايل تقدر تشتري او تبيع واخد بالحركة تقدر تعمل جميع خدماتك المالية تنشئ وديعة تشتري حاجة تدفع جميع الفواتير بتاعتك كل دي خدمات هي في النهاية بتتم من خلال قنوات رسمية دي مهمة جدا دي طب هي بتحزز الاقتصاد القومي ليه او الاقتصاد بشكل عام لان اولا الفلوس دي لما بتكون جوه البنك او جوه مؤسسات رسمية مالية المؤسسات دي بتستخدم هذه البنوك او هذه الاموال في مشروعات قومية او في اقراض مستثمرين عشان يستثمرها لكن لما بتكون الفلوس موجودة في البيوت اولا صاحب الفلوس اللي حطيتها في البيوت بيخسر لانه بيكتنز المال بيخسر الفايدة اللي كان ممكن ياخدها الفلوس الكاش وهي موجودة دايما في العالم بتؤدي الى الفساد وكلمتها بتقلي كمان كلمتها بتقلي وتؤدي الى الفساد احنا النهاردة في سنة عشرين عشرة يعني الفين وعشرة مجموعة قمة مجموعة العشرين اللي اجتمعت في كوريا الجنوبية وضعت خطة شاملة للشمول المالي يعني نتكلم من اتناشر سنة قالوا ايه احنا عايزين نتيح الشمول المالي ده لجميع فئات المجتمع في المدن زي الريف للرجل زي المرأة لان كانت معظم الدول اكتشفوه ان نسبة المرأة اللي بتستخدم الشمول المالي اقل كتير جدا من الرجل الفئات اللي موجودة في القرى والنجوع اقل كتير جدا من المدن ليه؟ لان الخدمات البنكية معظمها والمصرفية متركزة في المدن موجودة في المدن موجودة في القرى طب احنا في مصر بقى عملنا ايه؟ عملنا خطوات ممتازة جدا البنك المركزي من اكتر من ست سنين قطع شرط فيه الشمول المالي احنا عندنا النهار ده معدل النمو خلال الست سنين دولة حوالي 115% طب ده معناه ايه؟ زادت الناس او عدد المواطنين اللي بيستخدموا خدمات المالية عبر القنوات الرسمية بقوا كان في مصر 37 مليون شخص منهم 16 مليون امرأة طيب ده نسبة المرأة حوالي 44% وده نسبة كويسة جادة طب السبعة وثلاتين دول هل انا انسبهم الى 105 مليون شخص؟ لا بنسبهم الى عدد الناس الذين يحق لهم فتح حساب بنكي اللي هو لازم يكون 16 سنة واكتر اللهم في مصر حوالي 65 مليون تقريبا فيستاسنا منهم مدون 16 سنة طبعا لان اطفال دولة اذا هنا انا بقدر اقول نسبة الشمول المالي في مصر حوالي 56.2 من 10 في المية وده نسبة تعتبر عالميا كويسة طب هل الحكومة وصلت لهذه المرحلة بالتعاون مع البنك المركزي بسهولة؟ لا اولا احنا لما فخامت الرئيسة الفتاح السيسي اطلق مبادر التحول الرقمي للحكومة الرقمية طيب هنا معناها ايه؟ اننا لازم كل مدفوعات تكون رقمية من خلال البطاقات البنكية او من خلال شركات المحمول او من خلال بطاقات الدفع مسبقة الدفع او من خلال نقاط البيع المختلفة ده ادى الى زيادة نسبة الشمول المالي النقطة التانية البنك المركزي نفسه طلع مبادرات بيجي مثلا في يوم المرأة العالمي يقول البنوك كلها او المؤسسات المالية تفتح حسابات لأي امرأة بلا رسوم وبأقل مبلغ معين بيعمل استثناءات يجي في اليوم العالمي للشباب بيعمل نفس الكلام بيوسع طبعا الشرائح الزيادة طيب فيه نقاط بقى عالميا بنقدر نقولها العالم النهاردة بيسعى ومنهم مصر طبعا الى ان يكون مجتمع اقل اعتمادا على الكاش ليه لان الكاش هو السبيل السهل لأبواب الفساد المختلف لدرجة ان في بعض الدول بدأت توقف اصدار عملات كاش او ورقية جديدة طب هي بتقول كفالة في السوق وكل ما بيقل وبزود النسبة الرقمية او البنكية اسهل اتحاد الاوروبي وقف اصدار عملة 500 يورو العملات الكبيرة اللي بقولك ليه اكتشفوا انه العملات الكبيرة بتستخدم في غسيل الاموال بسهولة ومنابع الفساد المختلفة دولة زي الهند قللت جدا اصدار العملات بتاعتها لانه عايز المجتمع كله يشتغل رقمي اذا احنا النهاردة دخلين في موسوعة كبيرة جدا الشمول المالي اللي هو هيعزز الاقتصاد هيعزز كمان زيادة معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة دكتور عبيب احنا محتاجين كمان تسهيلات اكتر احنا كنا من الكلام دلوقتي احنا بنجي في يوم المرء العالمي نقدم لها تسهيلات في يوم الشباب نقدم تسهيلات لانه محتاجين تسهيلات دي يكون موجودة طول السنة لانه اي حد يقدر يفتح حساب مصرفي بسهولة مش لازم يكون معا مبلغ معين يتم اداعه والمبلغ المستحق لفتح الحساب برضو في تسهيلات كتيرة نقدر نقدمها للناس في المواقف الزيدي برضو يمكن ممكن نكتفي فقط ببطاعة الرقم القومي اعتقد انها برضو اثبات كويس حتى في بعض الاوقات بيكون فيه صعوبة شوية في فتح الحساب بيتطلب وظيفة في بطاقة الرقم القوم وبعض الناس بيبقى صعب عليهم يجيب مثلا خطاب من مكان عمله او البطاقة بتاعتهم مكتوب فيها لسه حاصل مثلا على فدي برضو من الحاجات الصعبة شوية اللي ممكن تأيدنا في توسيع نطاق قاعدة الشمول المال لا هي طبعا هي عموما العمالة الغير منتظمة اللي هو ما عندوش دخل ثابت ما عندوش مكان عمل ثابت يقدرش يفتح حساب بنكي بسهولة زي ما حالا قولت طب البنك المركزي هنا عمل ايه عمل لهم نوع من التسهيل اصدر لهم بطاقة الدفعة المسبقة بطاقة الدفعة المسبقة كأنه حساب بنكي هو مش حساب بنكي لكن مهمة داله بطاقة معينة يقدر يدفع فيها فواتير ويقدر يتلقى عليها فلوس يقدر يتعامل من مكنة الـ ATM يقدر يتعامل جميع الاعمال زي المحفظة بتاعت الموبايل زي المحفظة بتاعت الموبايل إذن في بدائل نحن النهاردة مثلا كان عدد الـ ATM مركز كله في القهارة واسكندرية والمدن الرئيسي ما كانش فيه في القرى طبعا ليه نحن في مصر أنشأنا مجموعة كبيرة جدا من الشركات الحكومية والخاصة للدفع الإلكتروني اللي هي بدأت تحط جهاز صغير اللي هو نقاط البيع أو الـ point of sale بقت موجودة الـ point of sale دي يمكن قربت توصل لبليون مثلا في مصر في جميع القرى والنجوع ويمكن حالك تلاحظ في القهارة حتى أي كشك بيبيع بسكويت أو عنده point of sale إذن كل دي بتسهل التعاملات المالية الرقمية دكتور عدد رابي يمكن النقطة دي ناس ما تخطش بالها منها مسألة انتشار الـ point of sale أو مسألة الدفع الإلكتروني عند فعلا معظم الأكشاك إزاي الدولة قدرت أنها تحصل لده هي الدولة الحقيقة بتنوع القنوات يعني هي طبعا يعني موضوع دوت مش سهل ليه لأنه برضو محتاج ثقافة يعني في دول أو في شعوب بتخاف تستعمل الكريدت كارد بشكل عام يقول لك أن الكريدت كارد هو سهل أو أنت بتشتري بتشتري وقت ما تيجي تدفع هتدفع عندكش ما يكفي مثلا من الرصيد هتضطر تدفع فوائد على فكرة في دول متقدمة جدا نسبتها في الشمول المالي قليلة زي ألمانيا ألمانيا الشعب الثقافة بتاعته ما بيستعملش الكريدت كارد إلا في أضيق الحدود لأنه عمل حسابه أن الكريدت كارد ده سهل قوي في الاستخدام طب تعالى أدفع بقى في الآخر ففي بعض الدول مازالت بتفضل أحيانا الكاش لأنه الكاش معي فلوس حدفع ما معيش خلاص دي نقطة النقطة الثانية أن لازم أنا أنوع قنوات يعني إحنا النهاردة في مصر لما عملنا بطاقة الدفع المسبقة بجانب الحسابات البنكية بجانب سهلنا الموضوع ده بجانب مشروعات أو شركات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما هو ده نفس الكلام بيقدر يدعمك ماليا ويمول لك مشروعك بطريقة محسوبة حتى في شركات للتمويل بقت شركات خاصة بس واخدى ترخيص من البنك المركزي طبعا علاوة على المحافظ الموبايل محافظة رقمية بشكل عام فكل دي قنوات مختلفة بتتيح بس هل إحنا وصلنا فعلا للنجوع والقرى لسه بدري ليه لأنه محتاجة ثقافة شعب محتاجة نوع من التعليم ومهتمارات مهمة جدا أن التعليم يركز على هذا الكلام الإعلام أيضا لازم يركز على هذا الكلام لأن مازالت ناس لسه حقيقة دكتور بتتكلم عن الثقافة المالية للموطنين في القرون طبعا بس حرك النهاردة التكنولوجيا المالية فيه تكنولوجيا جديدة اسمها تكنولوجيا المالية التكنولوجيا دي هي اللي بتقود العالم النهاردة لأن الاقتصاد هو المال في النهاية طيب تتخيالي حضرتك أنه لما بتكلم أنا على الاقتصاد إذا كان حجم الاقتصاد العالمي 100 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي اللي هو بيشتغل عبر الإنترنت والبنوك بطريقة رقمية حوالي 25 مليار دولار إذن طب الكلام ده كله منين إحنا لما جينا على فكرة مثال لما جينا نعمل حفر قناة السويس الجديدة الحكومة لمت في خلال أيام 64 مليار الغالبية العظمة منهم كانت فلوس مكتنزة في البنوك آسف في البيوت صحيح تعانى في البيوت طب المليارات اللي في البيوت دي لو كانت في البنك كان اللي عنده الفلوس دي هيخد له مثلا 12% أو 20% فايدة طب وحتعود على البلد طبعا إنه حتزود السيولة في البنك حيقدر يعمل بيها مشروعات قومية يزود المستثمرين يمول مشروعات أخرى كلها في النهاية حلقات متربطة لأن فعلا الاقتصاد غير الرسمي بيدر بالاقتصاد الرسمي لأنه مش معروف أي بيانات لي ما بيدفعش درائب لا يساهم بشكل جدي في ناتج المحلي الإجمالي للدولة فبالتالي يعني خسارة هو بيخسر والدولة كمان بتخسر وبالتالي المواطن المصري بشكل عام بيخسر طيب من وجهة نظر حضرتك هل نظام الشمول المالي فيه حاجة لتشارعات جديدة؟ هي طبعا أنا أتمنى يعني هي الحكومة حطت تشارعات حلوة يعني مثلا الحكومة قالت مثلا من أكتر من عدة سنوات أن جميع المعاملات الأكتر من 500 جنيه لازم تتم في الجهات الحكومية من خلال قنوات رقمية وده حلو قوي طب أنا لازم أعمل كل هذا الكلام يعني أنا أتخيل مثلا على سبيل المثال أنا كان نفسي يقوله مثلا جميع الطلاب بتوع السنوية العامة أول ما ياخد السنوية العامة أطلع له حساب بنكي ضمنت كده في وان شوت مثلا يعني قريب من مليون شخص خات كريديد كارد طالب السنوية العامة ده اللي على وش يدخل جامعة أو حتى يشتغل لما يكون بدأ حساب يعني بانكي حتى ولو محطش فلوس ما أنا مقدرش أقول له والله أنا هعمل لك دي بس يحط 500 طب ما معايش صح يعمل هلو مجانا أو حالس ما هي تلك السنوية اللي احنا كنا بنقوله ان احنا في حاجة إليها طبعا حتى العمالة اليومية يعني احنا الحكومة قطعت برضي شوت هنا ليه جميع الناس اللي بتستفيد من مثلا تكافل وقرامة أعملوا لهم بطاقات مدفوعة مسبقة إذن احنا بس محتاجيني النهاردة أفكار جديدة اني ازاي أدخل أي واحد بمجرد ما يوصل 16 سنة حتى أنا ممكن أحطه قانون مع استخراج البطاقة الشخصية لازم يكون لك حساب بانكي تدخيل انت لو عملت كده طالما مجاني مجاني طالما يجب لك تسهيلات مظبوط نعمل له زي ما حالك قلت تسهيلات مهانا النهاردة أنا طالما بقى معاي حساب هتشجع أهلي يحطولي فيه فلوس أو أنا أحط فيه فلوس أو أنا بشتري حاجة من محل دفعت بيه يبقى أنا في الحالة دي دخلت فيه منظومة الشمول المالي لأنه الشمول المالي النهاردة هيقضي على منابع الفساد من الأصل النهاردة غسيل الأموال كله بيحتاج إيه فلوس كاش ما حالش هياخد رشوة ويقوله أنه بيحولها لي على حسابي في البنك وحيبقى دليل إدانة بشكل أو بآخر فلازم ياخد كاش كمان لازم إحنا نعمل حسابنا على تقليل استخدام الكاش كأفراد كمؤسسات حتى الدولة تمنع بشكل كبير أن محدش يقدر يروح مثلا يشتري شقة مع مليون بمليون جنيه اتنين مليون جنيه وجايبهم في شانطة أأمن لك يعني وأأمن لللي رايح يشتري شقة طبعا أأمن وأضمن طبعا غير أنه ممكن تتسرق غير أي حاجة كمان ما فيهاش نوع من السرية هنا خالص ولا الموثوقية لأنه أنت بتشتري من خلال تحويل بنكي خلاص ما تقدرش تنكر أن الفلوس ما دخلتش من حسابي إلى حساب حضرتك العملية كمان الحوكمة المالية الحوكمة المالية دي مهمة جدا للدولة لازم تعرف الفلوس فين مصادر الدخل بتاع الناس فين طبعا فيه ناس كتيرة جدا ما تحبش تحط فلوسها في البنك خايف من الضرائب خايف من المتابعة تلاقي واحد حسابه مثلا أو معاه ملايين ورسم عبطاء التموين وعايز دعم تكافل وقرامة وعايز وعايز وبيدعي الفقر مثلا طب هنا النهاردة لما تكون الفلوس في البنك حتى الدولة تقدر ترسم خريطة للخدمات أنهي مناطق تحتاج خدمات أو أقل مثلا من الخدمات الموجودة أو يعني أقل فقرا إذا جاز التعبير أقدر أقولها لازم يكون عندي خريطة مالية زي خريطة سكانية زي خريطة صحية زي خريطة تعليمية كل ده في النهاية لازم يتشابك حتى النهاردة برمجيات تحليل البيانات الضخمة والزكاء الاصطناعي تقدر تعرف النهاردة مين المدن اللي فيها فلوس كتيرة حتى لما أجعلها خدمات أبص على الخدمات المدن الأقل خدمات خدمات يعني ما أقدرش أنا النهاردة أركز خدماتي كلها مثلا في منطقة مثلا سوري يعني زي زمالك وانسى قرية مثلا في صعيد مصر محتاجة أكتر معايا إذن أنا لازم الخدمات بتاعة الحكومة بشكل عام وده طبعا الحكومة المصرية في مسرور حياة كريمة واخداب بعين الاعتبار لي لأنها درست من خلال تحليل البيانات كلها كسكانية وديمجرافية فين الخدمات أو الجهات الأولى بالرعاية لتقديم هذه الخدمات إذن هي الموضوع كله فايدة جدا للاكتصاد فايدة للمواطن فايدة للحكومة هتعود بكل النفع الخير إن شاء الله طيب حقيقة كنت بتقولي إحنا محتاجين أفكار يعني أكثر يمكن في مسألة توصيع الطاق لشمول المالي لو بنتكلم على شركات الدفع الإلكتروني وما تم في هذا المجال هو الحقيقة شركات الدفع الإلكتروني ساعدت البنوك جدا لأن البنوك المتاحة النهاردة في مصر وفروعها يدوبك بتغطي المدن وبعد المحافظات القليلة لكن في القرى صعب إن إحنا عندنا أكثر من خمس تلاف قارية ما فيش بنك عنده خمس تلاف فرع يعني يمكن اللي بيحل المشكلة شوية بنك الزراعي وهيئة البريد شوية دول منتشرين أكثر لكن مش كافي طب إحنا في الحالة دي بنعمل إيه لازم أنا أدي ترخيص أسهل الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني شركات الدفع الإلكتروني هي اللي بتاخد الترخيص هي اللي بتمول شراء أجهزة الpoint of sale أو نقاط البيع هي اللي بتتعامل مع الناس اللي عندها أكشاك أو البائع الصغير أو حتى يعني أي بقال صغير بككين الصغيرة في القرى هو ده المهم لأن إحنا عندنا ودي ناس اللي عايزين نوصل لهم وهو فعلا إحنا الاقتصاد الغير رسمي قيمته أكتر من الاقتصاد الرسمي طب وإحنا مش قادرين نسيطر عليه لأن مازال ناس عايزة الاقتصاد غير الرسمي لأنه في وسائل التهرب في وسائل الأعمال غير مشروعة أحيانا لغسيل أحواء يعني أموال أحيانا طب إذن النهاردة لازم البنوك والبنك المركزي بالذات لازم تخفف وتدي يعني مميزات زي محمد قال مميزات كتيرة جدا لجميع الجهات دي وفي النهاية أنا مش هاعد أقول إيه أنا أدي مميزات 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 ومش شايف أن الاقتصاد الرسمي يدخل لازم في النهاية بقى أعمله نوع من الإجبار تدريجي أي يعني سلعة كبيرة مثلا تفوق الألف جنيه مثلا في المرحلة الأولى لازم تتم عن طريق مثلا جهات رسمية مدفوعات رقمية ثم أنزل لحد ما في النهاية تكون كل مشترياتي بهذه الطريقة طيب دكتور عبدالله هو بالناس البسيطة شوية بيكون عندهم تخوف من التعامل مع هذا الأمر حتى الناس بشكل عام يقول لك أنا بتعامل مع كل حاجة ممكن إنجليزي لكني نجي قدام المكان بتاعة الفلوس وقت واختار اللغة العربية لأنه عنده تخوف أي حاجة لي علاقة بالفلوس فيه تخوف إزاي نزيل هذا التخوف من عند الناس إزاي نغير ثقافتهم في أن هم يتعاملوا بهذه الطريقة بطريقة الشمول المالي ويستخدموا الخدمات دفع الإلكترونية لأن هي بكل تأكيد أحسن لهم وأأمن لهم زي ما حضرتك كنت بطريقة أساسا ثقافة شعوب أنا هتخيل إن إحنا مقصرين في المناهج الدراسية يعني التتخيل حرك زمان المدرس في مصر كان من ابتداء بيعلموا الطالب من صغره إنه يشترك في الكنتين المدرسي ويشتري سهم بجنيه وفي النهاية السنة يدلوا ربع جنيه مكسب كان فيها نوع من محفزه هو صغره طب أنا لازم من اليوم أدخل في جميع المناهج مفهوم الشمول المالي بطريقة مبسطة أنا ليه ما دخلوش فعلا بطريقة مبسطة أو طريقة عملية حتى لو مش بنفس المصطلح نمو يمارسوا يمارس الشمول المالي المهم نهي التعاون يدخل في النهاية في مؤسسة ما يبقاش متخوفين ما يبقاش عندنا يعني مشكلة التقافة المالية طبعا على الطول هو لو بيشارك بفلوس في جمعية تعاونية في مدرسة ثم يطلع من صغره كده متعاون ممكن على مستوى الحقي ممكن على مستوى النواج ويشعر كمان بالمنفعل عائدة من المسألة دي حتى لو ما هو في سن صغير ده مش عارف يعني إيه شمول المالي لكن هيفقم يعني إيه عائد اقتصادي إيجابي مستوعب مستوعب تعرف يا حرارك النهاردة فيه شباب صغير النهاردة في سن مدارس يعني إعدادي مش كبار قوي بدأ يفهم هذا الكلام ومش فهم يعني شمول المالي بالزبط لكن بدأ يشتري حاجات ويبيعها لأصدقائه في المدرسة ببروفيت أو بسعر هام أو بيصنع حاجات كمان بسيط جدا وبيصنع حاجات يعني أنا عارف الحقيقة النمازج من الشباب الصغيرين دولة بيعملوا حاجات كتيرة جدا بيستغلوا وقتهم وبيعملوا طبعا إحنا لازم نشجع الحرف دي وخاصة مع الجيل الصغير ده لأن النهاردة كمان حتى الحكومة لازم تشجع المستثمرين على إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية ليه؟ لأن حتى الناس اللي عندها حرف بتصنع بس مش عارف تسوق لازم حين النهاردة من خلال البورصة المصرية ومن خلال جهات التمويل لازم نشجع مشروعات ريادة الأعمال لأن ريادة الأعمال النهاردة هي يعني إيلون موسك أغنى رجل في العالم هو بدأ رائد أعمال بيل جيتس بدأ رائد أعمال كلهم النهاردة إحنا عندنا ريادة أعمال في بعض ريادة أعمال في مصر من سيدات الأعمال اللي بيعملوا حرف يدوية وصل قيمتهم السوقية إلى يعني أرب المليارات هي زي ما حتى قلت كده هي ثقافة في نهاية وعشان غير ثقافة الناس لازم نبدأ بالفعل من هم أطفال زي ما دكتور عبدالوهاب قال ثقافة والتعليم والإعلام كمان إحنا معاكم طبعا قلبنا نشكر حيثك شكرا جزيلا دكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي لها الاقتصاد الرقم شرفتنا نورتان شكرا جزيلا